ما بقولش حاجة غير لما بقى وثق من اللي بيتقال عشان كده حضراتكو دايما بتلاقوا الحقيقة بتظهر بعد الكلام اللي احنا بنقوله فمثلا يعني ناس اهلوية كتيرة جدا كلموني قالوا ليا كابتل اسلام او انت ليه ما اتكلمتش عن موضوع مسيماني لاني عايز اقول لحضراتكو الحقيقة لاني عايز اقول لحضراتكو الحقيقة مش عايز اطلع اقول والله لا اصل مسيماني قاعد اصل مسيماني ماشي اصل بيش عارف ايه لا مش عايز مش عينفع اطلع اقول كده ولكن في مثل هذا التوقيت الاجتهاد ما ينفعش في مثل هذا التوقيت لما تبقى المواضيع حساسة وخاصة بالمدير الفني للنادي الاهلي ما ينفعش ان انا اطلع اجتهد ما ينفعش ان انا اطلع اقول لحضراتكم كلام لمجرد التهدئ ولكن هجيب لحضراتكم المعلومة من مصدرها وحيكون ضفنا هنا ان شاء الله الاسبوع القادم مين اكتر واحد ممكن يتكلم عن مسيماني مين كابتن امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي هجيبه لحضراتكم ضيف ان شاء الله ونسأله كل الاسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوه كل الاسئلة مش مسيماني بس فيما يخص فريق كرة القادم بالكامل فهي دي الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها علشان تبقوا حضراتكم دايما وثقين في الكلام اللي احنا دايما بنقوله لانه في الموضوع المسيماني كل الناس عمال اتكلمني يا كابتن لازم تتكلم على موضوع مسيماني وتقول ان المسيماني مش حيمشي او حيمشي او كذا او كذا او كذا في موسماني في جهازه في هل هيجي مدرب عام مش هيجي مدرب عام هل آآ 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 آ리وديانجه هيقعدوا ولا هيمشيه هل ده حصل قبل كده هل جاله عقود هل ما جالوش عقود هنتكلم معاه في كل ما يخص التعقدات هو ده دى ديما النادي الاهلي وهو ده اسلوب النادي الاهلي انا بافضل ساكت مش انا النادي الاهلي يعني بنفضل ساكتين لغاية لما آآآ الوقت المناسب عشان اهقدر اطلع saucكلت بس الوضوح هو الهدف الأساسي والأسمى في هذا الأمر إن أنا لما حضرتك تبقى قاعد لما كابتن أمير يقول حاجة لما كابتن سيد عبد الحافيز يقول حاجة لما فلان يقول حاجة يبقى هو المسؤول عن الكلام اللي بيقوله وهو مصدر رئيسي في النادي وبتكون مصادر رسمية مش مجرد كلام واكتهاد وخلاص فعشان كده أنا ما تكلمتش في موضوع مسلمان اليوم من ثلاثة اللي فاتوا ومش هتكلم عنه النهاردة هتكلم عنه إن شاء الله لما يكون معايا إن شاء الله ضيف الكابتن أمير توفيق مدير التعقدات في النادي الأهلي وهو ده المهم وهو ده الأهم أن تصل المعلومة مباشرة إلى جمهور النادي الأهلي من مصادرها وصحيح بس كده آدي الموضوع في المنتهى البساطة عشان بس كل الناس اللي عمالها تكلمني وتبعاتلي على الفيسبوك وتبعاتلي على كل مواقع التواصل الاجتماعي يا عم تكلم بقى على مسلماني وقول لنا إيه اللي بيحصل يا عم مش عارف إيه لا لا فيه وقت ما ينفعش الاجتهاد فيه لأن حضرتك بتتكلم عن النادي الأهلي عن المدير الفني للنادي الأهلي مش بتتكلم عن حد تاني هل اللي حصل ده كله والكلام اللي حصل ده كله نهاردة مثلا أمير توفيق طلع قال إيه قال يا جماعة ولا مسلماني طلب أنه هو يزود عقده ومسلماني مكمل السنة الجاي كل الكلام اللي كان بيتقالل الأيام اللي فاتت إيه اللي حصل فيه ولا حاجة حنعرف تفاصيل أكتر حنعرف تفاصيل أكتر وحنقول لحضراتكم تفاصيل أكتر من خلال إن شاء الله أمير توفيق لما يكون موجود ضيف معنا علشان تبقى كل الأمور واضحة أمام جمهور النادي الأهلي شكرا لكم